ازايكوا عاملين ايه؟ يا رب اكونوا بخير توقعات برج العرب لشهر اكتوبر 2023 هبدأ بالجانب المهني دعم الزملاء من اول الشهر لكثير من مواليب برج العرب وده هيساعد في انجاز المتطلبات الكتير داخل الشهر ده هير كمان ان من بعد يوم عشرة محتمل صفر تابع للعمل وكمان فيه من يوم 15 حاجة ايجابية جدا ان فيه اشخاص من مواليب برج العرب هيتنقلوا من مكان لمكان افضل يعني هيتنقلوا من شغل لشغل افضل طبعا الكلام ليك وليكي ولكن فيه حاجة سلبية كده اللي هي من يوم 20 من يوم 20 محتمل خلافات مع رؤسائكم في العمل او مديرين يعني والنصيحة المهمة حزاري من التنفر او العصبية لما يكون فيه مشدة او يعني فيه شد كده مع مديرك او صاحب العمل او ايا كان او رؤسائكم يعني في العمل حاول دايما لو ينفع تخرج من المكان اخرج وده مش انسحاب بالعكس انت بتخرج علشان تهدى شوية وتقدر يكون عندك رد متزن كل ما ديت لنفسك فرصة وخدت نفس كده بالراحة وصبرت وما استعجلتش في الرد لان العصبية ممكن تقعك في الغلط والرد السريع ما بيكونش عدة على الدماغ بشكل مظبوط فطبيعي هيطلع الكلام مش متزن وممكن يقعك في غلط كل ما اصبرت وتملكت في نفسك وهديت كل ما كان ردك وردك هيكون متوازن اكتر ولما بقول تخرج من المكان اللي انتو فيه او تنسحب يعني من المكان لمدة دقايق يعني دقايق بس اللي هو تفصل بس عشان تاخد نفسك وتقدر تلتب ردودك وافكارك اكمل بقى من يوم 25 هتكون الاجواء المهنية مستقرة جدا ربنا يا رب يوفقك ويديكو الحكمة ويقويكو هدخل بقى عالجانب العطفي هبدأ بالعزاب اعجاب من عزاب برج العقرب اتجاه اشخاص وشعور بالارتياح وده طبعا هيكون سبب فيه فرص الارتباط وهكون بنسبة كبيرة وفرص الارتباط اللي بنسبة كبيرة دي هتستمر لحد يوم 20 ده غير ان فيه فرص ارتباط تقليدي ولكن هكون بنسبة قليلة وفرص الارتباط التقليدي مش هتفضل بنسبة قليلة لا هتزيد هتزيد اخر 10 ايام هتوصل انها هتكون بنسبة برضو كبيرة وفرص الارتباط تقليدي هتزيد اخر 10 ايام ده غير كمان محتمل من فرص الارتباط دي هيكون ارتباط من اقارب اظن انتو حفظتوا النصائح يعني بيشوفوني دايما انو معي العيلة اللي معايا في القناة حفظوا النصائح بتاعت الارتباط ما تندفعيش بمشاعرك بلاش المظاهر تخدعكم بلاش حتة ان نحكم بالعطفة ونحكم بالعقل اكتر نعرف الشخصية كويس الاعجاب مش حاجة تقلق خالص مدام الاعجاب كسطحي مش بتعلق بحد يعني انت مجرد ما تتعلق او انت تتعلق ابتدي قلق اول ما تتعلق بالشخصية ابتدي قلق ده ان انت انت شديت وتعلقت ده هيخلي فيه يعني على عينينا كده غمامة مش هتخلينا نقدر نشوف العيوب الشخصية اللي قدامنا واحنا محتاجين نعرف ده لان العيوب هي اللي هتخليه فيه فارق كبير فيه اني اوافق او لا او هي دي الفارق ده في ان هي دي الشخصية اللي هرتاح معاها ولا مش هرتاح معاها الاعجاب زي وزي الحب وملايط الحب عامية ده الملخص اهم حاجة في الموضوع ان اختار الشخصية اللي تقدرني وتحترمني ولا ان سلوكها سلوك متناسب معايا بس دي اهم حاجة ربنا يبعت لكل شاب وشابة الشخصية المناسبة وعايز اقول برضو حاجة بسرعة للجواز التقليدي او الصالونات او الارتباط التقليدي اوعي واوعي تخلوا فترة الخطوبة قصيرة انتو كده تبقوا بتتصرعوا وبتلعبوا في حتة المستقبل دي ان انتو بعد كده هتقفل عليكم باب واحد وهتكتشفوا حاجات ما كنتوش تعرفوها في بعض والحاجات دي ممكن تكون تخد ممكن تكون بالنسبة لكو صدمة فليه لأ احنا ناخد وقتنا ونعرف بعض كويس عشان بعد الجواز مفيش هزار ربنا يبعت لكل شاب وشابة الشخصية المناسبتين بقى خش بقى على المتزوجين والمرتبطين يعانون المتزوجين والمرتبطين من اول الشهر بسبب الشكوك الشكوك دي هتكون عاملة يعني مشاكل لكم الشك من الحاجات اللي بتدايق الطرفين اللي بيشك واللي بتشك فيه اللي بتشك فيه ده انت لو تشك في زوجتك او انت بتشك في زوجك وظلمة وبتشك من بناء عن احداث بتربطيها في دماغك فده بيجرح اللي قدامك الشك يعني في شعرة بينه من الظلم فالشك ده بيوصل لظلم بعد كده لو مفيش حقائق او مفيش ادلة او دلائل بمعنى صح تقدروا من خلالها تكوني متأكدة ولكن ان انت تشك وانت تشكي دي حاجة صعبة جدا ومش هتريحك ولا هتريح الطرف التاني انا بقول كده علشان الشك بيضمر بيوت الشك كمان احيانا بيوصل لدرجة انه مرض الشك المجرد ما عندك شك في اي حاجة انت كده بتوصل ان الشك هو اللي بيسوقك المهم بقى ان الشك ده بقى زي ما قلت هيكون سبب في عدم الاستقرار وهيستمر عدم الاستقرار لاول عشر ايام الشهر وبعد كده هيكون في احداث هتحتاج التعاون ما بين الطرفين فده هيخلي في استقرار والعلاقة ترجع تاني طبيعية والاستقرار هيستمر لحد يوم عشرين وبعد كده هيكون في مخاوف من امور معينة هتكون سبب في توطر العلاقة وعلى نهاية الشهر بقى هتعود تاني العلاقة مستقرة ده غير كمان ان في علاقات كانت منفصلة او في طلاق هترجع تاني على نهاية الشهر وهيحصل تصالح لو في مخاوف من اي حاجة صدقوني سيبوا الحاجة بلاش لاني ممكن المخاوف دي تكون عبارة عن اوهام اوهام احنا بنفكر فيها بلاش يعني نقدر البال قبل وقوعه سيبوا الدنيا تمشي زي ما ربنا مرتب وخلينا زي ما بيتقال كده ولاد النهاردة اللحظة اللي انتوا فيها اما بعد كده ده سيبوا لربنا هو اللي يرتبه لان انت ممكن تفضلي الان او عندك مخاوف وانت عندك مخاوف والانين على حاجة ما تحصلش اصلا وبتحصل الكلام ده مع ناس كتير انا برضو ممكن لألاقي حاجة لقيتني وفي الاخر لأها فانكوش عادي خالص اللي هو ما فيش حاجة حصلت انا كنت واجع دماغي ليه فسبوها بس تيجي كده بالراحة من غير منتوا تكونوا حطين في دماغكوا احداث كبيرة او ممكن تكون اوهام ربنا اهدي سر كل بيت ويكمل مرتبطين على خير خش بقى عالجانب العائلي تجمعات عائلية ضعيفة جدا هتكون اول عشر ايام وهتزيد من بعد يوم خمستاشر لنهاية الشهر هتزيد هتكون بنسبة كبيرة يا رب كل عيلة تتجمع على بهجة وسعادة وفرح ومحبة ادخل بقى عالجانب المالي استقرار مادي اول الشهر والاستقرار ده هيستمر اول اسبوع وبعدها للأسف المصاريف هتزيد وبالاخص من بعد يوم خمستاشر ومن يوم خمسة وعشرين هيكون فيه فرص لزيادة الدخل او الدخول في استثمار دخول الاستثمار دي حاجة كويسة بس لو انت وانت فاهمين الحاجة اللي انتو هتستثمروا فيها او حاجة مفهاش مخاطرة يعني مثلا هتشتروا شهادات استثمار ده مثلا داخلين مع حد وصقين فيه قوي وعارفين ان هو ناجح وامين دي حاجة برضو ممكن تكون سبب فيه تزويد الدخل او توسيع الدخل وممكن تكون انت وانت عايزين تشتغله وبرضو ده دخل هيكون اضافي وهيفرق جدا فيه ناس بتقدر تشتغل ساعتين في اليوم بجانب شغلهم الاساسي وبيعرفوا يوفروا ماديات بالنسبة لهم بتكون افضل بكتير اكمل بقى من يوم خمسة وعشرين هتستقر الماديات لنهاية الشهر ربنا يوسع من رزق جميع هدخل بقى على صحاب المشاريع ارباح مقبولة اول الشهر وهتستمر لحد يوم خمستاشر اما بقى النص التاني من الشهر هيكون في حالة من التقلب ودي هتخلي الارباح غير مستقرة يعني ايه؟ يعني الارباح هتكون شوية مرتفعة شوية منخفضة على مدار الخمستاشر يوم الاخارة في الشهر او اخر اسبوعين في الشهر ربنا يوفق اصحاب المشاريع ويزيد من ارباحهم اخر حاجة الجانب التعليمي انشغال بشكل كبيل لطلاب برج العقرب اول خمستاشر يوم وفيه نتائج موفقة جدا ليهم على نهاية الشهر الشباب والبنات المفروض ان هما هيكونوا منشغلين جدا بداخلوا بقى العام الدراسي هيكونوا داخلين كده بجد قوي من الواضح فده هيكون شغلهم جدا وطبعا الشغف ناحية المواد الجديدة عايزين تعرفوها وعايزة تبتدي تكتشفي كل مادة وانت عايز تعرف عن كل مادة داخل عليها دي حاجة كويسة جدا خلي دايما الفضول ده عندكم حفظوا عليه ركزوا جدا في كل اللي هو ما يخص المواد يعني وكمان لما يكون فيه شرح كل ما هتركزوا واتطبقوا بعد كده الشرح اللي انتم شفتوه او تراجعوا بعد كده مع نفسكم عن الشرح ده ده هيساعد ان انتم تفهموا اكتر المواد وهتقدروا تفهموها بدري يعني اللي هو في بداية الموسم الدراسي فلسه قدامنا وقت ان احنا ناخد الموضوع شوية شوية وبر راحة عشان ما نتغطش نفسنا في الاخر تغيير كمان ان المفروض ان هيكون فيه نتائج موفقة على نهاية الشهر يعني هتبتدوك تحسوا ان انتم تقدمتوا دراسيا ابتدتوا تفهموا المواد اللي انتم داخلين عن ليها فده طبعا برضو حاجة موفقة وحاجة كويسة جدا وان شاء الله ان شاء الله نجاح لكل الطلبة دي كانت توقعات برج العقرب شهر اكتوبر الفين تحت عشرين اعجبكم الكلام ده لايك بقى ولو مش مشتركين ياريت اشتركوا عشان شوفوا كل جديد من الفيديوات اللي بعملها ولو انت او انت او انت او ما تشوفوني اصبلكوا لينك الفيديوات في الوصف خذوا فكرة عن فيديوات القناة بشكل اوليكو سلام اشتركوا في القناة